اهلا بكم مجددا نشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل اجتماع جرع بين اللواء جميل الحسن رئيس شعبة مخابرات النظام الجوية مع 33 ضابطا بنظام الأسد ليتم وضع قائمة لثلاثين مليون مواطن سوري أو لثلاثة ملايين مواطن سوري لا يرغب أسد بعودتهم إلى سوريا حيث تم الاتفاق على تصفيتهم تفاصيل أكثر في التقرير التالي في الوقت الذي تنشغل فيه روسيا بالترويج لخطة إعادة اللاجئين وترسل برقيات ودعوات للدول العربية والغربية تدعوها فيها للمشاركة بإعادة السوريين إلى بلادهم ينشغل رئيس شعبة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن بإعداد قائمة لثلاثة ملايين سوري ستتم تصفيتهم بحال العودة إلى سوريا صحيفة بيلد الألمانية نشرت مقالا أوضحت فيه تفاصيل اجتماع جراء بين اللواء حسن و 33 ضابطا رفيع المستوى لجيش ومخابرات أسد حيث تم التوصل فيه لإدراج ما يقارب 30 مليون سوري يعتبرهم أسد ونظامه كأشخاص من شأنهم أن يشكلوا خطرا عليه وأضاف الحسن أن النظام لن يقبل بعد ثمان سنوات أن تعود من وصفها بالخلايا السرطانية مجددا إلى البلاد وأن كل الذين يعرفون بمعاداتهم للنظام سيتم مسحهم نهائيا عن الوجود فسوريا بعشرة ملايين مواطن خراف أفضل بكثير منها بـ 30 مليون بينهم 20 مليون يختلفون بالفكر مع نظام أسد كما قال جميل حسن للضباط المجتمعين وبالنظر لما يحصل على الأرض في المناطق التي أبرمت اتفاقيات مع النظام والجانب الروسي تظهر العديد من الخروقات بوعود النظام التي بدأت باعتقال معارضين له وسوق الشباب للخدمة الإلزامية وقد لا تنتهي عند الإعدامات الميدانية التي تنفذها ميليشياته في كل منطقة يدخلونها كما حصل مع العميد معتز احتيتاني في الغوطة الشرقية خروقات النظام للاتفاقيات وتصرفات ميليشياته تظهر تناقضا كبيرا مع الادعاءات الروسية المتعلقة بإعادة اللاجئين فمن سيجرؤ للعودة إلى البلاد بعد إظهار نوايا النظام بتصفية معارضيه وإلى أي حد يمكن الوثوق بالحملة الروسية التي تروجها لإعادة اللاجئين وحول هذا الموضوع معنا مجددا الأستاذ فواز تلو المدير التنفيذي لمركز أفاق مشرقية لدراسات معنا من برلين وينضم إلينا رئيس المركز السوري لدراسات القانونية من برلين أيضا الأستاذ أنور البني مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذ أنور يعني بداية هناك تكهنات بأن الحديث الذي نقل عن جميل الحسن قد لا يكون صحيح إلى أي مدى يمكن فعلا تسريب هذا النوع من الاجتماعات تحياتي أولا لك إلى المستمعين والمشاهدين الكرام بالواقع هو تسريبات صدرت عن مراسل بأحدى المواقع الإلكترونية وهو قريب النظام ولا توجد مصداقية ولكن مصداقية الكلام هي تأتي من أن سياسة النظام هي هكذا وأفكارهم هي هكذا وبالتالي الواقع هو يطابق ما رويا وإن كان من غير الممكن أن يكون مراسل قد حضر مثل هذا الاجتماع واستطاع أن يسرب هذه الأفكار ولكن سياسة النظام وأفكار هي قريبة نتذكر عصام زهر الدين عندما علانية وعلى الفيديو أعلن أنه نصح اللاجئين أن لا يعود لأنها سيتم تصفيتهم وبالتالي سياسة النظام هي هكذا وللأسف المشروع الروسي أعتقد بأنه مشروع حتى الروس يعرفون بأنه فاشل ولكن يحاولون أن أعتقد أنها أولا رسالة داخلية للروسيين بأنه انتهت الحرب بالنسبة لهم وأنه لا مزيد من الخسائر لا البشرية ولا المادية هذا أولا وثانيا هي رسالة إلى الغرب لاستدراض الأموال من أجل إعادة الأموار وخاصة أن الشركات الروسية لديها ولكن اليوم بتوازي مع هذه المبادرات لدينا حملات تتحدث عن تصفية وتهديد ومجازر إلى أي درجة من الممكن أن يتخلى النظام عن العقلية الأمنية الإجرامية التي يمكن أن يفكر فيها بحاله فعلا أنه ممكن أن يكون في ضغط دولي على إعادة اللاجئين والبدأ بإعادة الأموار لا يمكن للنظام أن يعيد اللاجئين هو أساسا اللاجئين في لبنان عندما طلب البعض العودة هو تحفظ ورفض عودتهم وأصر على اللبنانيين أن يزوده بقوائم الراغبين بالعودة للموافقة الأمنية عليها قبل أن يسمح بعودتهم إلى سوريا وبالتالي النظام لن يسمح بعودة اللاجئين حتما اللعبة الروسية الآن من أجل استدرار أموال من الغرب من أجل شركات التي تعاقدت مسبقا مع النظام من أجل إعادة الأموار هي تحاول أن تسترد الأموال التي صرفتها على سوريا وتحاول أن تعيد تأهيل النظام من هذه البوابة مع أن النظام حتما رافض وسيرفض عودة أي لاجئ من خارج سوريا وخاصة من اللاجئين في لبنان أو تركيا أو العراق أو الأردن وجميعهم من المناطق التي تم تدميرها وتهجيرها لها قصرا وهو يعرف أن عودة هؤلاء ستخلق له بالإضافة للمشكلة الاقتصادية وعدم وجود الخدمات وعدم وجود الكهرباء ولا ماء ستخلق له مشكلة أمنية وهؤلاء لن يستطيع ضمهم إلى الجيش لأنه يعرف بأن هؤلاء قد عاشوا فترة حرية لن يقبلوا أبدا أن يعيشوا كما كانوا قبل 2011 بالإضافة إلى أن اللاجئين هناك كثير من الأقوال بأن اللاجئ سيعود ومن يعيش في لبنان في خيم في لبنان يريد العودة أنا أعتقد بأن من يعيش في خيم في لبنان لن يرضى أن يعيش في خيم في سوريا صحيح وخصوصا في ظل استمرار المنظومة الأمنية وعدم غياب السبب الحقيقي لأدى لوجوء هؤلاء اللاجئين اسمح لي شارك بالحديث لأستاذ فواز رح أرجع لك أستاذ أنوار هناك مساعدات تقدم له في سوريا لن تقدم له هذه المساعدات هناك إمكانية لمغادرة لبنان إلى دول أفضل وفي سوريا عندما يعود لن تعود له هذه الإمكانية نعم أستاذ فواز يعني اليوم تصريحات الحسن تأتي بالتوعد لثلاثة مليون سوري إذا قرروا العودة سيقوم بتصفيتهم يعني إعداد قوائم وما إلى ذلك وهذا الموضوع ليس بغريب على نظام الأسد يعني قائمة المطلوبين على بعض المواقع أو محركات البحث تصل إلى مليون ومليون ونصف يعني ولكن في الوقت الذي عم تحاول في روسيا تبيض صورة النظام أمام المجتمع الدولي تأتي هذه التصريحات ما هو الموقف الروسي منها؟ سيدة الكريمة كل ما يجري متفق عليه مع الروس أولا هذا يمكن ما اجتمع جميل حسن مع 33 ضابط ولكن حتما من أصدر هذا التقرير أو من كتب هذا المحضر من فبرك يعني اللي هو يمكن ما صار اجتماع بالمرة هو جميل حسن وعلي المملوك وبشار أسد وآخرين سربوا بشكل غير رسمي مثل ما سربوا قوائم يعني لا تأخذيني في بعض المواقع عم تدرس لي ترسم قوائم من فين جابتها بالأخير أحدهم أعطاها هذه الله وهذا الأحدهم أعطاها يعني أعطيت لهم من قبل النظام بالأخير فالموضوع مقصود في عنا مسرحية هنا منقول أنه بدنا ندام العالم بدنا ندام المجتمع الدولي بدنا نرجع اللاجئين ونشكل لجان والنظام بشكل لجان وإلى آخره ومن وراء كواريس منسرب أخبار لكي نقول اللاجئين لا تعودوا لأنه نحن نعرف أنه الحرب كلمة 7 مليون و10 مليون سمعناها نحن من أول الثورة كمعارضين سمعناها من ضباط مخابرات بالنظام بموقت ما كنا بسوريا الموضوع أنه المعركة الطائفية والوجه الطائفي للنظام ومن يخوض المعركة من قبل النظام واضحة من أول لحظة ولذلك موضوع طرد العرب السنة من سوريا هذا حلم بالنسبة لهم وهذا المناسبة وهنا بدي أحكي شغلي في موضوع الروس وإلى آخره بآخر 2015 وهي معلومة أختي الكريمة بآخر 2015 أنا كنت بجلسة خاصة مع مجموعة صغيرة ألمان كانوا من ضمنهم أحد كبار مسؤولين على الملف السوري في الحكومة الألمانية بعد داخل روسي برعت أشهر وقال بشكل واضح جدا بعد ذلك لفوا دوران لمدة ساعتين بس اتخلصت منه كلمتين جملتين أساسيات فيما يتعلق بالسياسة الأوروبية تقول أولا أن مشكلة اللاجئين هي المشكلة الأساسية بالنسبة لأوروبا لا حقوق إنسان ولا ما يحزنون ما عندهم مشكلة طالعون النظام خارج سوريا ولكن عندهم مشكلة أنه يطلعون من دول الجوار باتجاه دول أوروبا وبالتالي نصبت نصبت كل المساعدات وكل دعم اللاجئين الأوروبي صب على دول الجوار وستفايت أنه دول الجوار ماديا بأساليب مختلفة من تركيا للأردن للبنان إلى أخريب إذن يعني وطنوهم برا ما عليش مشكلة يصير طرد للعرب السنة طائفيا هالجريمي ولكن وطنوهم في دول الجوار نعم أما المحور الثاني للسياسة فكانت وأنا سمعت بلنشت أن أسمعها فكرة من 2012 المعارضين اللي شايفتهم بالواجهة سمعوها كمان من الألمان تقول أننا كأوروبيين وكأميركان وقد وكلنا سوريا أن تنهي وتغلق الملف السوري بالطريقة التي تريد نعم يعني هذا هو الحل السياسي اللي عم تتحدث عنه دول الأوروبية والمجتمع الدولي بشكل عام مع نظام الأسد أستاذ أنوار البني يعني اليوم نرى بأنه يعني حالة من المتاجرة الروسية بموضوع اللاجئين رسائل متضاربة ولكن سبق وأنه سمعنا رسائل مشابهة من أشخاص وتسريبات وما إلى ذلك صورت وكانت روسيا غاضبة من هذه التسريبات هل تتوقع أن هذا التسريب هو مبرر مثلا للقيام بعمل ما تجاه جميل الحسن أو هل ستكون روسيا راضية عن هذا التسريب إن كان هناك فعلا إن كان قد حصل الآن ممكن كثير أنه مثل ما عصام زهر الدين طلع حكا هل كان كلمة وبعدها تسمى تصفيته ممكن يكون في نية تصفيت جميل الحسن خاصة أنه صارت في مذكر التوقيف في حقه في ألمانيا وبالتالي أصبح مصيره محتوم ونهائي ممكن تكون هذه التسريب من أجل هذا ومماشات مع الروس وأنه لا أعتقد بأن لا الروسيا ولا النظام يريدون فعلا عودة اللاجئين إلى سوريا لأن الروس يعرفون بأن اللاجئين يعتبرون روسيا هي عدو الآن وليست ضامن ولا يمكن اعتبارها ضامن وخاصة بعد سياستها أو مارساتها في الدول التي تمت فيها مصالحات منذ عام 2015 وحتى الآن وهي تجري مصالحات والنظام يعتقل وينكل بالمناطق التي تمت مصالحات معها تحت رعاية الضامن الروسي أو العدو الروسي وبالتالي هم يعرفون بأن هؤلاء اللاجئين يعتبرون روسيا عدوا لهم وعودتهم إلى سوريا ستعني اشتعال مقاومة كبيرة ضدهم وبالتالي هم يسوقون هذا فقط من أجل استدرار أموال أو من أجل إرسال رسالة إلى دول الجوار عيدوا اللاجئين ونحن سنتكفل بقتلهم وإبادتهم في سوريا وإراحتكم منها هذه الرسالة التي ممكن أن نستنتجها من الرسالة الروسية أن أعيدوا اللاجئين ونحن سنقتلهم في سوريا ونرحوا من هذه المشكلة وتستبر المبادرة بهذه الصيغة أستاذ أنور لأن المبادرة بإعادة اللاجئين تأتي بهذه الصيغة في الوقت الذي يتم تهديد من يرغب بالعودة رقم 3 ملايين هو رقم ليس بقليل وأيضا تتم تصفية المدنيين العائدين أو النازحين داخليا مثل ما شاهد في المحور الأول من مناطق اللاجئات ودرعة فرق هنا سوريا عادة ما يقوم بإجراء استطلاع على موقع فيسبوك اليوم طرحنا سؤال ما هو مصير المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين بعد التسريبات عن عزم النظام بتصفية آلاف المعارضين بحال عودتهم النتائج كانت 84% يروا بأنه مصير هذه المبادرة هو سلة المهملات أما 16% ترى بأنه هي توفير عودة آمنة للاجئين أستاذ فواز تعليقك على نتيجة الاستطلاع أنا برأيي الشباب اللي قالوا 84% غلطانين كل ما يعني في فرق بين شو منحلام وشو عم يصير اليوم روسيا هي اللاعب الأساسي في سوريا بالمناسبة يعني هنا كلمة على الماشي نقول سوريا اليوم هي أو الملعب السوري هو الذي يرسم اليوم حجم كل دولة إقليميا بشكل خاص وعالميا بشكل عام روسيا عادة دولة عظمى من خلال ملاف السوري وبالتالي وبالتالي يعني يعني هل ترى أنه مبادرة إعادة اللاجئين ستقوم بالمهمة التي هي قامت من أجله فعلا ستتمكن من إعادة لاجئين وأقنعهم بالعودة لا لأ تلك شكلا ستقوم بالمهمة يعني يعود يعود الرئيس الفرنسي ومستشارة الألمانية والبريطاني والمدروين والآخر يعود قدام البرلمان تبعوا والله إحنا شغالين بهالحكاية والحل السياسي ستقوم بهذا الدور قد يعود عدد محدود من اللاجئين ولكن عمليا وضمنا ليست هناك مبادرة حقيقية بهذا الاتجاه لأن المطلوب هو عدم عودة اللاجئين وليس عودة اللاجئين بهذا الاتجاه أستاذ أنوار باختصار لو سمحت تعليقك أيضا على نتيجة الاستطلاع لأنه 84% يروب أنه مصير هذه المبادرات هو سلة المهملات طبعا هي لعبة روسية وأنا لدي مقال ينشر ربما اليوم أو غدا هي لعبة هي لعبة روسية أو تلاعب روسي بموضوع اللاجئين هي دغضغة لمشاعر أو للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في دول أوروبية ودول الجوار وخاصة الأردن ولبنان الذين تنوء كواهلهم في موضوع اللاجئين وبالتالي هي مجرد تلاعب ومحاولة للدفع بقضية والأهم من ذلك كله هي لقتل جنيف قرارات دولية باعتبار أنه عودة اللاجئين أو بدأ بعودة اللاجئين يعني أن القضية السورية طويت ولا داعي لجنيف ولا داعي لمفاوضات ولا داعي لقرارات دولية أن تنفذ هي تلاعب روسي بهذا الموضوع لا أعتقد بأنه سينجح هناك كثير كثير من المعوقات أمامه لكنها روسيا أنا سميتها العقل المجنون المهووس الذي يفكر بهذه الطريقة لن تنجح بذلك ولكنها تحاول على كل أحوال شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية كنت معنا من برلين الشكر موصول أيضا للمدير التنفيذي لمركز أفاق مشرقية للدراسات الأستاذ فواز تولو كان معنا أيضا من برلين شكرا لكم مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نعود ونلقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة